قال رئيس وزراء رومانيا نيكولاد شوكا إن بلاده لديها رغبة في مزيد من التعاون مع مصر في كافة المجالات المشتركة وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضح أن جلسة المباحثات مع مدبولي تطرقت إلى بذل رومانيا مزيدا من الجهد لتجنب الأزمة العالمية الغذائية وقيام رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الإفريقية أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معا للحفاظ على التماسك في العلاقة بين البلدين لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات أهمية بين البلدين كما ذكر سعادة رئيس الوزراء وكذلك بين وزراؤنا من رومانيا وسادة الوزراء من الكمورية مصر العربية التي تناولنا فيها كافة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة القدرات والإمكانيات المستقبلية للتعزيز العلاقات الثنائية ترجمة نانسي قنقر